اشتركوا في القناة والفريق الروكن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الروكن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة والعقيد الروكن الشيخ علي بن خليفة الخليفة وخلال اللقاء اطلع جلالة الملك المعظم رعاه الله على الخطوة المستقبلية لتطوير كافة اسلحة ووحدات قوة الدفاع معربا جلالته حفظه الله عن تقديره واعتزازه بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بعزيمة صادقة لكل ما فيه الخير والأمن لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام والإسهام في استقرار المنطقة حيث أثبتوا ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم كما أشهد رعاه الله بالإنجازات الرياضية الإقليمية والدولية التي تحققها قوة الدفاع البحرين ورفعت خلالها راية الوطن عالية مضيفا جلالته أن ذلك يأتي ضمن الإنجازات الرياضية العديدة التي يشهدها وطننا العزيز في إطار نهضتنا الوطنية الشاملة في كافة المجالات هذا وقد كلف جلالته رعاه الله كبار الضباط بنقل تحياته إلى جميع منتسب قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها ترجمة نانسي قنقر